جنون في سوق الدهب ارتفاع صاروخي في أسعار الدهب بقى لنا أكتر من أسبوع سوق الدهب بيفجئنا بأسعاره كل دقيقة حرفيا بسعة ولسه مكمل وهيكمل مفاجآته الناس حيزة تعرف إيه بقى اللي بيحصل في سوق الدهب وإيه اللي هيحصل للفترة الجاية وإيه سبب الزيادات دي ويا ترى ده مؤشر على إيه وأدخر أو أستثمر إزاي في السوق ده كمان إزاي أكسب حتى لو معايش فلوس في الوضع الحالي لإن صعب الوضع ده يتكرر تاني ويا طال الوقت مناسب للشرة ولا البيع ولا لا ولو أنا جاي من بره وكنت مسافر وجايب معايا دهب وضع عييم والجنيه أفضل ولا السبيك ولا حتى المشغولات وإيه حكاية الدولار أبو 27 جنيه اللي بتسعر عليه سوق الدهب وكمان إيه حكاية الرياح المعاكسة اللي بتهدد سوق الدهب كل دي تساؤلات بتدور في مخك من وقت للتاني كل ده وأكتر بقى هنحكي فيه مع بعض النهاردة في حلقة من الحلقات اللي لازم تركز فيها حضر 50 تشيات جميلة بتاعتك ويلا بينا أنا محمد أبو عاصي ودي خمسينة اقتصار سوق الدهب بدأ من حوالي 3 أسابيع زيادات بسيطة إلى أنه خلال 3 يام الأخيرة بدأ يحقق قفزات جنونية في الأسعار أسعار الدهب لما بترفع يبقى لازم نقلة لأن وقتها العالم كله من أكبر دولة الأقل مواطن بسيط في أي دولة في العالم بيكون بيستعد الأزمة مشكلة مشكلة اقتصادية مشكلة سياسية لأن أي توطر أو أزمة عالمية بتسمع على طول في أسعار الدهب اللي هو الملازي الآمن بترفع أسعاره يعني الناس بتجري ليه وقت الأزمات أو وقت عدم استقرار الأسواب خلينا نحكي القصة بس مش من أول هاول لأن المفروض أننا فصصنا مع بعض سوء الدهب ومصطلحاته وخبياء في السلسلة اللي هتظهر جنب هناك ياريت تفضل معي بقى للنهاية وعشان الحلقة مهمة جدا ومش هتضاول عليك القصة حضرتك بتبدأ من حوالي 3 أسابيع وبالتحديد يوم الجمعة اللي بعد رفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفايدة فجأة أسعار الدهب رفعت 50 دولار ومع شوية شد وجذب حققت أسعار الدهب مكاسب في آخر اليوم 30 دولار القصة دي غريبة جدا إزاي سعر الدهب يعلى بعد يوم من رفع الفيدرالي الأمريكي الفايدة لأن المعروف إن رفع الفايدة بيدعم الدولار وعشان كده كل المستثمرين في أي مكان في العالم بيسحبوا من أموالهم أو بيسحبوا أموالهم من أي استثمار ويشتروا سندات وإزون خزانة أمريكية مكسبها أعلى وكمان أكتر أمان وبالتالي سعر الدولار بيرتفع عالميا وقتها بيسحب البصات من تحت رجل الدهب اللي المفروض سعره بينخفل الموضوع غريب وأكيد فيه سر سوق الدهب لو ملاحظ حضرتك ومذاكر كويس هتلاقيه سوق غريب سوق الدخار بتحفظ فيه فلوسك بحثمة اللي شئمت وبتتحول فيه من أزمات المستقبل طبعا مش هنقولك يعني تتحول إنت اللي هتقول لنا في الكومنتات وهنا فيه ملاحظة لازل تاخد بالك منه هي أن سوق الدهب سوق الدخار آه زينة وخزينة زي ما بيقولون لكنه ممكن يتحول في سوق استثمار وده وقت ما يكون فيه زيادة مبالغ فيها في الأسعار زي اللي حصلت اليومين اللي فاته دون أكيد حضرتك اللي حصل ده وراه سر فعلا وراه السر السر البساطة أن فيه ارتفاع في الدهب وخفاض في الدولار لأن بريق رفع الفايدة على الدولار قلب الدولار ما عادش يغري المستثمرين بالاستثمار فيه من الأساس حصل تشبه بقى أن أكتر من سنة بنستثمر فيه اكتفينا كمان بقى فيه تخوف لأن الأسواع عارفة أن المكاسب المتكررة أو المكاسب الصاروخية بيجي وراها خسائر بالجملة كمان فيه سبب مهم جدا وأن فيه تراجع في أداء الدولار وانخفاضه مؤشر الدولار نفسه انخفاض مؤشر الدولار جاي من البيانات اللي أعلنتها أمريكا والخاصة بمعدلات البطال أصبحت أعلى من المعتاد والمتوقع وصلت لحدود 3.7% وفيه توقعات بنسب بطالة متزايدة لأيام الجاي كمان الفيدرالي الأمريكي أعلن أن التضخم بدأ أخيرا يتراجع لها أقل من 8% وده مؤشر مهم جدا هو مؤشر البطالة ومؤشر الدولار بيأثروا على قرار الفيدرالي الأمريكي في شهر 12 الجاي وده احتماد يوقف نزيف رفع الفايدة اللي أثر على كل الأسواع حتى فيه تسريب من الفيدرالي الأمريكي البارح الأربع بأن فيه اتجاه قوي لرفع الفايدة بنسب قليلة جدا خاصة وإن معنى الكلام اللي فده إن أمريكا دخل على ركود طبعا إنت تهتي مني في النقطة دي فأنا هبسط هذا فيه حاجة اسمها دورة حياة السوق في البداية أسواق السلع والخدمات بتكون نشرة تبيع والشرع والأسعار متوازنة والكل مبسوط فجأة يحصل زيادة في الشرع من المواطنين الناس عايزة تشتري وتخزن وتأكل وتشرب فيقل المعروض من السلع فيزيد السعر هنا بيحصل تضخم البنوك المركزية في العالم ما بتسيبش الأسواق كده بتضطر تتدخل وترفع الفين وعشان تسحب الفلوس من إيدي الناس وتحطها في البنوك وتخليها تقلل الشرع وعشان تكبر التاجر يقلل السعر بعد مرحلة العناد ما بين التاجر بقى والبنك المركزي بيستسلم التاجر في النهاية وده لما تزيد البضاعة عنده وما فيش شرع بنروح لمرحلة اسمها الرقود يعني ما فيش لبيع ولا شرع علامة الرقود إن يحصل تراجع في ربعين ماليين وربعات ست شهور يعني الناتج المحلي بيتراجع والعالم هنا كله بيقس على أمريكا هنا بتحصل خسارة للباع والمستثمر وكل إن بيقدم سلعة أو خدنا الخسائر بتستمر فترة بلغتنا كمصريين السوق بيتغربل بيخرج كتير منه حالة إفلاس شركات وديون وعزمات مالية ويظهر رجال أعمال ويختفي تانيين وممكن المرحلة دي تستمر سنة ممكن أكتر وممكن قال بس مش قوي تأرير من نوعية التأرير اللي تزعل منشور في الفاينلش تايمز بيكشف إن فيه تراجع في معدلات الثقة في أداء الدولار وده بيتزامن مع تأريد تاني منشور في بلونبرج بيحضر من الاستثمار في السندات ووزن الخزان الأمريكي يقول إن فيه مبلغة من المستثمرين في الإقبال عن نوع ده من الاستثمرات ففي النهاية الدولار الأمريكي في مهاب الريح بدون غطاء من الدهب يحميد كمان الاخصاد الأمريكي في أزمات كتير مؤخرة بتتزامن مع لزمات السياسية وضعف الإدارة الأمريكية النسبة الأكبر من أوراق اللعبة الاقتصادية لم تعد بيد أمريكا وحدها وده مش كلام ده كلام بلونبرج هنا سؤال بنتكلم على أمريكا ليه وأنا مواطن مصر بسيط بوساطة حضرتك لأن الدولار الأمريكي هو المتحكم في سعر السلع في العالم كرد تأريد لأيكوناميكا الأسبانية بيرصد سحب نسبة كبيرة من المستثمرين بتوصل لعشرة في المية استثمرتهم من السندات ووزون الخزانة الأمريكية وضخها في الدهب هنا المستثمر اللي قصدين عليه مستثمرين الأموال السخنة اللي قعد في الموبايل بتاعه عليه محفظة البنك وبرنامج التداول وبدولاراته يبيع هنا ويشتري هنا كل الكلام الجميل اللي قلنا ده بيسحب من قوة الدولار ومكاسبه وبيديها الغريم التقليدي الدهب كل الكلام الجميل اللي قلنا ده بيسحب من قوة ومكاسب الدولار وبيديها الغريم التقليدي الدهب يبقى عندك تراجع ثقة في الدولار أزمة الركود اللي العالم داخل عليها المستثمرين اللي بيجروا على شرة الدهب للتحوط من الأزمات فقل المعروض وزاد السعب كمان توطرات حرب روسيا ووكرانيا وصراع الصين وامريكا كل دي أسباب كان السبب في زيادة سعر الدهب هنا يجي السؤال مهم هل أسعار الدهب هترتفع الفترة الجاية؟ ببساطة بنك الاستثمار السويسري يو بي اس وده من أقوى من نوك العالم بيتوقع بتقاريره أن أسعار الدهب هترتفع بنسبة توصل لـ 13% بحلول الشتاء القادم 2023 يعني زيادات الدهب مكملة معنا لحد شتاء 2023 الأيام اللي فاتت أسعار الدهب رفعت حوالي من 3% لـ 4% وفي مؤشرات أن الفيدرال الأمريكي هيبدأ يقلل من سياسات رفع الفايدة لأن الاقتصاد الأمريكي داخل مرحلة الركود خلاص وده اللي احنا عايزينه أنه يدخل مرحلة الركود وبعدها الخسارة وبعدين ترجع الأسواق الأمريكية والعالمية للنشاط والاستقرار مرة تانية وعشان كده التوقعات بتقول أن الدهب ريح نزيادة بتتراوح ما بين 1900 دولار و 2000 دولار للأوقية وبعد التعريل وصلت بالزيادات المتوقعة لـ 2500 دولار للأوقية في عوامل تانية هتأثر في أسعار الدهب وده اللي كشفوا تأريل لوكالة رويترز اللي رصدت عمليات شرة ضخمة من البنوك المركزية في العالم للتحوط من أزمات وخسائر الاقتصاد العالمي وارتفاع التدخب والركود والخسائر اللي هتيجي بعد الركود لحد ما ترجع الأسواق لنشاطها مرة تانية وده نفس التحرك اللي بيعمله عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال كل ده هيعمل ضغوط على المعروض من الدهب في السوق الدولي يعني المعروض هيقل نتيجة زيادة الطلب وده معناه السعر هيعمل أسواق الصين منعت تصدير الدهب واللي هند أقللت صدراتها من الدهب دول أوروبا كمان أقللت معدلات تداولها من الدهب منطقة الشرق الأوسط ومنها مصر بدأت زيادة حيازاتها من الدهب نتيجة توطر الأوضاع السياسية العالمية ما بين الصراع الروسي الأوروبي الأمريكي من ناحية ومن ناحية تانية الصراع الأمريكي الصيني كل ده بيادعم ارتفاع أسعار الدهب الفترة الجاية أنا بقى كمواطن أعمل إيه في وسط القصة دي كلها عارف أني طاولت عليك وعارف أن الفترة اللي فاتت أو الدقاء اللي فات وما كانوش أفضل حاجة بس إحنا بنحاول نبسط أو نفاهمك الأسباب إيه إنت كمواطن تعمل إيه ببساطة جدا وإحنا هنا مش بنوجهك إحنا بنوضح ليك وبنجيب ليك كل التوقعات العالمية ومؤشرات بنوك الاستثمار العالمية اللي أعلنت عنها في آخر أسبوع والقرار في النهاية لحضرتك المفروض أنك تكون قسمت مدخراتك وفلوسك اللي أنت مخصصة للاستثمار في الدهب ما أنت بتقسم فلوس الدهب برضو؟ وده إجراء متبع كل فترة مع أي تراجع أو تحرق طفيف في الأسعار زيادة يعني بنشتري بجزء من الفلوس دهب أنت ما تضمنش السوق برضو أفضل شيء هو دهب السباك ثم الجنهات ومعلومة على الماشي لازم تكون عرفة الدهب محتاج وقت كافي لا يقل عن سنة وعشان تقدر تقول أنك حققت أرباح مرتفعة أو أرباح ملموسة تجاوزا ممكن نحاكم الدهب بعد 6 شهور هنا يجي سؤال منطقي هل الكلام اللي حكينا في الدهب ينطبق على السوق المصري؟ شوف حضرتك هو سوق الدهب في مصر سوق غريب المفروض أن أي زيادة في أسعار الدولار عالميا تقل أسعار الدهب علاقة عقسية ما بين الاثنين إنما في مصر أي زيادة في سعر الدولار بيقابلها برضو زيادة في سعر الدهب لأن زيادة الدولار معناها تراجع الجنين وبالتالي الدهب سعره بيزيد يعني كده أو كده الدهب هيزيد هيزيد في مصر البنك المركز المصري رفع الفايدة 2% في اجتماعه اللي فات كمان حرّت سعر صرف الجنين ببساطة عاوم الجنين خلينا أقول تجاوزا حرّك سعر الجنين ده أفضل مصرحة فبالتالي الدهب هيكون أفضل الدخار في مصر حاليا لو ما تقدرش على تمن العقار والأفضل إنك تنوع الدخارك ما بين جزء للدهب وجزء الاستثمار العقاري وجزء تحطه في شهادة أو وديعة بالدولار ده لو تقدر تحول جزء من أموالك بالدولار أو تستثمر في السندات وأزون الخزنة ودي ليها قصة هنحكيها لأسبوع الجاي إن شاء الله لكن يبقى الدهب هو القيار الأفضل للإدخار والاستثمار في الوقت الحالي المهم ما تسيبش الفلوس كاش لإن ده تصرق مش منطق إنت في حوقات التوتر والأزمات الاقتصادية العالمية لازم تجمد فلوسك في أصل لو ما كسبش ما يخسرش الجميل في الدهب إنه أصل بوش بيخسر يعني الأصل نفسه فلوس طيب سؤال هل الوقت مناسب للشرب ولا البيع؟ الوقت حضرتك مناسب للشرب وكل ما بتتأخر بتقلل من معدلات ربحيتك من المكسب اللي ممكن تحققه لإن الدهب الفترة دي مش الدخار ده طالع بمنظرين استثمار والدخار وهنيئة لبطبيعين خمسينة اقتصادي اللي أخدوا النصيحة من أربع شهور واشتروا بخمسة مليون جنيه دهب واني اشترى بثنين مليون جنيه وغيرهم ومش هنقول على سامينكم أما البيع فأعتقد إنه مش وقت مناسب في ظل الزيادات دي هتحرم نفسك من مكسب قويس أصبر شوية عدد معك يجي سؤال تاد أنا ممعايش في نوس كتير وعايز أشتري دهب في عندك سبيكة من أول جرام وعندك ربع جنيه دهب وعندك نصف جنيه دهب مش لازم الجنيه ومش لازم السبيكة الكبيرة ممكن توصل لخواتم الأطفال الصغيرة دي ما هي برضو الدخار ومصنعيتها قليلة ما في هاش شغل كتير أنا جاي من برة ومعايا دهب خليجي أو من أي دولة أجنبية هل ده عليها جمرك ولا لا؟ وبتتبع في مصر ولا لا؟ ده سؤال كتير بتصطفه عندنا هنا في خمسين تقتصاد حضرتك في المطار لو الدهب ده مجغلات دهبية والمدام بتاعت حضرتك لابساه حتى لو تندهب محدش هيقدر يتكلم هذا استعمال شخصي أما لو سبايك فلو سبيكة ولا تنين أو تلاتة ممكن تعدي بيه بس في الغالب أكتر من كده بيعامل معاملة الاستيراد وبتدفع عليه ضريبة وضريبة كبيرة بتدخل بيه مصر وبتروح مصلحة الدمغة والموازين بتختمه تدمج الدهب وانت واقف وبعدها تبيعه عادي جدا زي وزي أي دهب في مصر في نفس السعب نجي بقى لسؤال مهم هو إيه موضوع الدولار أبو 27 جنيدة ده بقى سؤال قصته قصة وإجابته إجابة بس احنا حلخصها لك ان بعض معلومة ضمير من توجار الدهب بيدخل سعر الدهب في معادلة بيجي فيها سعر الدهب بالدولار وعشان يحول سعر الدهب بالمصري بيدرب الرقم اللي طلع بالدولار في 27 جنيه على اعتبار ان الدولار ب27 مش بربع وعشرين ونص زي البنك المركزي بعمصها وده شغل سوق سودة ولو كلمت وقولك مفيش دولار في السوق والحكومة مسكة جنيه ودعمه في السر تعوي المدار يعني وانا مضيعش مكسابي وهو ده السعر المفروض يكون علي الدولار هو كده بيأكل جزء من مكسابك وكدور إيجابي بلغ عنه وانت ضميرك مرتاح نيجي لأهم السؤال ايه قصة ان اسعار الدهب ممكن تواجه رياح معاكسة اخسر يعني حسب تأريد بانك يو بي اس بنك الاستثمار السويسري فاسعار الدهب بتواجه رياح معاكسة او ممكن تواجه رياح معاكسة لان في تسريبات من الفيدرالي الامريكي بتقول ان في الاشهر اللي جاية مجلس الاحتياط الفيدرالي من المحتمد انه يرفع سعر الفايدة النهائي اعلى من المتوقع مرة ولا مرتين وده النقطة اللي بتوقف عندها الاحتياط الفيدرالي عن رفع سعر الفايدة يعني هيرفع مرة او اتنين وهيوقف على كده يعني ممكن يرفع مرة واحدة رفع كبيرة اتنين في المية مثلا ويبقى تأكد ان الاسواق دخلت مرحلة الخسارة والركود ويوقف رفع فايدة تاني لكن البنك السويسري هنا بيقول مهما رفع الفيدرالي الامريكي الفايدة فدي هتكون اخر مرة يرفع فيها الفايدة وبالتالي الدهب بعدها هيستقر ويمتص السنة ويكمل رحلته نحي زيادة الاسعار في 2023 خاصة وانه بحسب البنك السويسري فدعم اسعار الدهب جاي من زيادة الطلب شرع يعني ان المستثمرين والبنوك المركزية المشتريين للدهب بشراه كجزء من اتجاه اوسع لتنويع مصادرها مقابل الدولار الامريكي لان الغزو الروسي الاوكرانية والعقوبات اللاحقة اللي فردتها امريكا اوروبا غيرت من استراتيجيات الدول وخلت الدول تلجأ للتحول بالدهب بدل من الدولار الدهب في الاوضاع الاسوأ بيكون افضل خيار لحد هنا انا كلام خلص وفي النهاية مستني اراءكم وتعليقاتكم على حلقة الدهب وكمان اسسراتكم ولو عجبتك الحلقة وحابب تشوفنا تاني رب تعمل لايك وشير لو بتشوفنا على فيسبوك او سبسكرايب لو بتشوفنا على اليوتيوب ستشوف بعض المصادر بعض المصادر اللي حكنا يفضل فيديو شكرا ليكم السلام عليكم اشتركوا في القناة